أهلا أحبائنا مشاهدين مرة أخرى أنا أتكلم عن من هو هذا فإن الرياح والبحر يطيعنه أيضا ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا أحبائي إنه يسوع المسيح له السلطان المطلق والسيادة المطلقة الكاملة أحبائي ثم نرى المسيح سلطانه على المعجزات تعرف أحبائي شوف معي مكتوب يعني أنه عن هؤلاء اللي رأوا المعجزات الخارقة لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله وبرضه في إصحاح يحنى 15 آية 22 لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي إنهم أبغضوني بلا سبب تعرف أحبائي في إنجيل يحنى الإصحاح العشرين آية 30 وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلامذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه فإذن عمل معجزات خارقة جدا لما أرسل يحنى المعمدان وراء المسيح قال يسوع المسيح اذهبا واخبرا يحنى بما تسمعان وتنظران العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيا حباء المسيح فعل عجائب معجزات لم يفعلها أحد فتح عيون العمي طهر البرص شفى المرضى أخرج الشياطين له سلطان في كل المجالات أحبائي مش بس إنه صنع المعجزات الخارقة بل أعطى سلطان لتلميزه على المعجزات في متى نجيل متى صحاح عشر والآية الأولى أعطاهم سلطانا على أرواح ناجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض حتى لدرجة إنه بهت التلميز قالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فعندما تقرأ الأنجيل المباركة أحباء البشائر المباركة في الإنجيل المقدس لابد أن تستشف لابد أن تكتشف سلطان المسيح على المرضى فعلا كان يعني كان بيش في كل ضعف كل مرض كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل مرض وكل ضعف الشعب كان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة أحبائي يسوع المسيح بتميز خدمته أنه صانع المعجزات رح تقول لي موسى صنع معجزات وإليا وأليشع صنع معجزات وبعض الأنبياء في العهد القديم ولكن من خلال الصلاة أما يسوع فكان يعني أحيانا بدون كلمة عندما حول الماء إلى خمر أحيانا بلمسة أحيانا بكلمة أحيانا يعني بيؤمر إلى أخرهم أحيانا بيدفل على الأرض ويصنع من التفل طين وبيطلي عيني المولود أعمى ويرجع مبصر فإذا المعجزات المسيح لا حصر لها في كل المجالات لأنه القادر على كل شيء